استقبل صاحب السمو الملكية الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في مجلس سموه الأسبوعي بقصر الرفاع مساء اليوم أفراد العائلة المالكة الكريمة والوزراء والعيان وعضاء مجلسي النواب والشورى والبلدية وعددا من رجال الدين والفعاليات الاقتصادية والاجتماعية وعضاء السلك الدبلوماسي في المملكة والشخصيات الأكاديمية والفكرية والأعلامية وعددا من أفراد المجتمع من جهتهم عرب الحضور عن سرورهم وتقديرهم لمجلس سموه العامر مشيدين بحرص سموه على الالتقاء بالمواطنين والسير على تكريس قيم الآباء والأجداد والحفاظ على الروح الأصيلة للمجتمع البحريني ونسيجه وهويته الجامعة منوهين بجهود سموه في تعزيز أسس التنمية المستدامة لتحقيق المزيد من الرخاء والتقدم في العهد الزاهري لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه وما تليه الحكومة الموقرة من سعي متواصل نحو مستوية أفضل من التنمية والخدمات وتأمين الحياة الكريمة للمواطن اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة